اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ممردة المدرسة ومسؤولة عن اسم الصحة كمان بالمدرسة صباح الخير مايا صباح النور اهلا وسهلا فيكم مرسي اول شي لا استضافتك لقلنا وحبيت اجعل على مدرسة بزانسون بعبدة تحديدا لانه في عندكم تجربة كتير ناشحة بمشروع دكين المدرسة وكيف صار دكين صحي وتقريبا مشروع مطعم صغير صحيح صحيح من الاهداف اللي رح نصلى اذا قال الله رأت صحيح بعرف انه انتو بلشتوا من زمان يعني سلكم سبع سنين بهالمسيرة كيف بلشتوا بعرف انه كان دكين عادي عم بيبيع الشاي اللي نحنا كاختصاصية تقديمة ما تنصحوا فيها صحيح كيف بلشتوا بلشنا اول شي دخل النزام الصحي الغذائي ضمن مشروع تربوي عنا بالمدرسة يعني صارت الادارة هي كمان دعمة بهيدا المشروع بعدين اخذنا حطينا اهداف وصرنا بننخطط لنشتغل على الاهداف تنصلى ونشتغل مع التلميذ مع الطلاب بالصف مشروع اجيال اجيال سليمة وعلى الارض بدي يكون في تغيير وين بدي يكون تغيير الميزام الغذائي الصحي ببوتيك المدرسة مرح اخف عليك من سبع سني كيف كانت وهلأ كيف صارت يعني كنت رح تلاقي فرق كتير كبير اكتير هلأ انا بعرف شوي شفت كيف كيف صار التغيرات بس الاشياء اللي عملت شفنيها اليوم شي كتير شي كتير حلو وحتى الطلاب عم بيكون عندهم تأبل كتير هلأ مواد فيها سكر شوكولات كل المواد يعني اكيد لبرودكت المنع هلثي كانت موجودة كيف بلشتت شليون شوي ورا شوي بلشنا اول شي بالشيبس والمشروبات الغذية يعني كانت الدكان مأجرة لأشخاص واكيد طلبنا منهم انه ما بدنا هيدو الأصناف ينبيعوا بالمدرسة نظرا انه عم نشتغل برنامج بالمدرسة يعني الولاد مرح يتقبلوا تنقض حالي بالصفة تنشي وتنزلي بلشت هيك اذا بديت نتواضع الشغل لانه شرنا هول الأصناف تركننهم اشياء تدريجيا المدرسة اخدت على عتاقه هي بوتيك يعني صرنا نحنا نحط الأصناف المنبئية نسبة بس اكيد ما كان في تنوع مثل هلأ اكيد يعني سلنا سبع سنين شغل وسبع سنين تدريجيا عم نحبت غيري كم سنة عم تكون أفضل من سنة بيدة كامل المدرسة لوصلنا هلأ نتمني كيف في هالأصناف خبريني يلا لكن شفنا نحنا انه في أصناف كتير كل أنواع السلادات شو هلأ الأصناف اللي عم تعملون في عنا صندوش بيطو بولولات صندوشات حجم المنقوش حتى ما يأكلوا كتير عجيل صار عنا جو دورانج كل يوم معصور تازة أكيد ما في معلّب عنا متما شكت السلادات عنا دفعة طرق سمان مرتين بالجمعة بيكون في تبولي وفاتوش لولات حسب شو بيطربو شو بحبو عادة فاتوش يعني متفاهم حسب في أصب بحب تبولي بس أكتر فاتوش بحبو كتير السلادات بحبو سلاد دفعو على تاني ركري ما بعرف إذا رح تحقوها بس حتى نحنا والمعلمات كلنا سلاد دفعو في كتير يعني في فول في ترمز في جزر كل يوم هؤل أصناف يومية موجودة عنا بالمدرسة حتى وبوبكون بشار أكيد البوبكون هو الاستخل لأنه بحبو كتير لولاد لأنه بالأخير يعني الولاد وقته ما يلاقي بدو يلاقي فاضي ما فيك بدو يعود بأشياء تاني حتى يمكن هالفريات المختلفة من الاشياء لحتى الولاد يجي بكتير اشياء بنقدر نشتري وناكلها وبينصحو نفسي يعني وعم بيحبو يعني كله عم بيحب مئة يعني أول شي كان هدفنا نغير شوي بعداتهم الغذائية يعني بأساس المشروع تغيير بعداتهم الغذائية ومن سبع سنين لهلأ تعود يعني هالأبيتود الماضي اللي كانت عنده شوي عادات الغذائية يمكن مش بهذه الطريقة بس هلأ تعود بالمدرس يشوفي عم تشوف الإقبال انه عم بلقوه بشكل طبيعي انه هون موجودين وشوفتي كانوا في ولادنا عم بيوصوك ع طبولة او بيوصوا حتى يخلوا لالك ذاتين بدنا طبولة شلونا عجلة بسطوش او طبولة ايه احلى ما يروحوا قبل ما يكتون اكيد كل يوم بيب أنا معي فريق الي اللجوم لانه هنه كتير منح للسانتي اوكي شو جبت معي كل يوم ريا جبت بقم وطرتين لبني صوفيا شو معيك صوفيا عندي كاروت وعند صلاة اوكي انت تقام تشتري ديمان من الكانتير ايه كل الاشياء المحطوطة بتحبيون ايه بتحبي مثلا تشتري croissant او تشيبس لا ما بحبهم لانه مدرين الصحة اول ركري بطلب صلاة وعطينا ركري جزر اول ركري صلاة دباط اول ركري بشتري واجي معصور او صلاة دفري تشو شتري اليوم منقوش تزعتر اكسترا وهلا عملك البكور شو يعني منقوش تزعتر اكسترا منقوش تزعتر منحط فيها خضرة ونعنع وبندورة وزيتون وخيار نحن نحن شفتنا تلينيزة الرابع والخامس 100 من وبي 5 هل هالشي موجود لكل المدرسة متوفر لكل طلاب المدرسة اكيد ما فينا نشتغل مع فئة او سيكل معين وما نشتغل مع كل المدرسة يعني نحن عنا كمان بوتيك بالسيكل بسيكل بالبوتيك بالسيكل كون للسنوي للسنوي والمتوسط نفس الأصناف الغذائية بتكون موجودة بكل بوتيك تبع المدرسة اكيد مش بس صفحة اكيد هيدا مشروع كبير على عيد المدرسة كلها حتى للمعلمات لأفراد الهيئة الادارية كمان لكل المدرسة وكمان السؤال اللي لك مايا انه بعرف انه يمكن استحلوا اشياء لولادي يعني ممكن يمكن يستحلوا كروسان او مارف اذا يستحلوا شوكولات او هيك قصص بتمر اكيد 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 اصلا بالبرنامج نحنا منقللون فيكن تاكلوا ممكن شي بكمية قليلة يعني ما شي ممنوعة هيدا بيراغبهم اكتر يحبوا المشروع ونعمل هالنشاطات بالصف لانه في اشياء اوكي بتتمرأ بس عم بيخففوها عم يعرفوا انه مثلا كواسان منمرئ مرة بالأبوع ما فيك يعني كل شي فرد مرة للولد شوكولات فيه بس اصناف معينة ومش كل الاصناف المدرة وبيكمية قليلة بيعجين صغيرة نحنا عم نجرب بنفرجيهم اكتر اذا بدي الاصناف الغذائية اللي هي بريمان مفيدة لحتى بعدين كمان اذا طلبوا انه فيهم ياخدوا بس لادو فروي مساء عم بيحبوها بتشهد انه بيطلوا انا اتشهد عفكرة على شي عندي التابول ومايا اخر سؤال دايما بيرجع لكل المدارس يعني ادارات المدارس عندها خوف انه ما يكون هالدكان الصحي مردود الاقتصاد منيح يعني بالنهية هو كمان منعرف انه المدرسة عندها مصاريف وعندها ارباح معينة هل انت من تجربتك حسيت انه هاي تجربة ناشحة اقتصاديا يعني فيها مردود منيح للمدرسة سمحي لخبري اول وقتا كانت البكانة المأجرة يعني لاشخاص برات المدرسة وقتا جينا لنشيل هول الاصناف فكان في اعتراض انه عم تدقونا بمربحنا وهول اللي بيربحونا بس نحنا هلأ شايفين انه في اقبال اكتر من الولاد لان نحنا عم نعلم بطريقة صحية عم نعلم نحنا هدا نطمح من اولوياتنا العقل السليم في الجسم السليم ونجرب نجرب الجسم السليم في العقل السليم عرفونا وشو باتكم تاكلو هيدا القصة عم بتخلي الولاد في اقبال متل ما شفتي بالعكس المردود ولا ما تغير شي اكتر زاد لانه في ناس حتى في اهل يمكن ما كانوا يعطوا اولاد لا يجيبو صاروا بيامنولنا انه شو في بدك نحنا وبنفس الوقت بعض بده شغل اكتر بدكم تتبع سالمة الغذاء هل هالشي عم يعزب كم لنحية التحضير الاقومة لا لانه نحنا لانه بده يكون في اشخاص تعتمد علي بالنظافة بالدات تاريخ الانتهاء كل الاصناف تكون تازه نحنا هيدا اللي عم بصير عم بروح يجيب الاشياء تازه يومي تتحضر وفي اشياء بتحضر على الارض يعني ضغر بذات الوقت عم بحطوها كرمال يكون كل شي عم ياخدو الريد صح ويومي ونضيف مايا يعطيكم الف الف عافية انا حبيت طبعا متل ما قلت زوركم لحتى نفرج وتكونوا قدوة لباق المدارس وتعطوا افكار ليلي بعضهم منهم مية بالمية مقتنعين انه لازم يقلبو يقلبوها وعما مسؤوليتنا لان احنا تجربتنا كتير ناشة في هيدا الاطار واهلا وسهلا فيكم وتشرفتكم وناشا كتير كمير لقليق وانشاء الله منرجع كمير لكل شي جديد تخبرين اكيد اكيد رح يصير في اشي جديدة هيدا كانت محاطتنا مع كارلا والخفيف انظيف رح ننتقل نحنا وياكم فورا لحتى نتابع باقية فقراتنا محاطتنا التالية رح بتكون مع شافة حسين ورشة ملاحة حتى نبلش تحضير اربع اطباء لليوم